استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح استمرار قيام ميليشيات الحوث الإنقلابية بنهب واحتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية مؤتبرا ذلك مخالفا لكل القوانين الدولية والإنسانية وأوضح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن العثور على كميات من المساعدات الإغاثية والإنسانية في أحد مزارع الموالين للميليشيات الإنقلابية ويدعى عبد الله حمود طالب الأهدل بمديرية حيء حيس ونهب وتخزين أحد الموالين لليماعة كمية ألفين سلة من المواد الإنسانية وعليها شعارات المنظمات الأممية في مقر المؤتمر الشعبي العام للمحافظة دليل دامغ على استمرار الميليشيات الإنقلابية في تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية على ما سبق لللجنة العليا للإغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير وطالب فتح منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول هذه الكميات المنهوبة وغيرها من أعمال النهب والإحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام مؤكدا أن الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول خصوصا وأن المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية موسيقى